اشتركوا في القناة 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 حلوة نشوف إذا جوزيفي بيعرف يرد عليه للسؤال شو هني الخضرة الخضرة يلي بتعرفون يا بوزوز ليه منسلقون يعني؟ حتى ممكن ما نسلقون لك السؤال واضح ماذا هي الخضرة الخضرة يا بوزوز كوسة خس بازيلا شو بدك بعد؟ في كتير هل معقولي هالسؤال سخيف كتير رشادي هو سخيف بس أنا ما كنت عارف أنه أنت راح تجاوب عليه بسرعة عندك شك بالموضوع خلاص تركني 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 نحن وياكم قبل ما نتقل لسينما راح يكون معنا ضيوفنا طبعا من جمعية الإرشاد والإصلاح يلي طبعا نشاطات كتير إنسانية اجتماعية تعليمية وغيرة طبعا وبتزدهر أكتر نشاطات خلال شهر رمضان وبنهاية هالشهر طبعا يكون عندها احتفالات ومهرجانات بحلول عيد الفطر السعيد يعطيون ألف عافي ضيوفنا اليوم بستوديو سيد خالد طاقوش رئيس المكتب الإعلامي بجمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية وأماني كبريت أهلا وسهلا فيك مسؤولة تنفيذية بلجنة الإغاثة بجمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية نحن نعرف كتير من حملتكم السنة رحبا ليش معك هي من رمضان أنا إنسان أفضل ليخترتوا هالشعار عنوين للحملة بشهر رمضان الكريم نعم بداية أنا بدي رحب بالديوف الكرام وبالمشاهدين الكرام فكرة رمضان أو من رمضان أنا إنسان أفضل هي فكرة منطلقة من قيمة الإنسان نعم للأسف نحن عايشين بمرحلة الإنسان صار عم يفقد كتير من قيمته الناس تغيرت انطباعاتها باتجاه الآخر أكان أي اختلاف عنده أكان بالجنس أو بالعرق أو بالمال أو بأي شيء فلا نحن إسلامنا وديننا بيملي علينا أنه نحن الإنسان هو واحد شو ما كان انتمائته وتوجهاته الإنسان هو واحد وأنا بدي أسعى بأنه رمضان اللي هو مرحلة انتقالية بحياة كل إنسان يكون من رمضان أنا أعتبر حالي إنسان أفضل بأي شيء بحياتي بعلاقاتي بتبرعاتي بعباتي بكل نواحي حياتي كون أنا أفضل وأسعى أني كون أفضل نعم أنا بدأت تواجه لأماني هون بأنه حضرتك ضمن اللجنة التنفيذية للإغاثة يعني خلال شهر رمضان المبارك هناك مشاريع كتيري لجمعية الرشاد والأصلاح الخيرية مضبوط نحن بلجنة الإغاثة مع الضيوف السوريين مستمرين خلال شهر رمضان المبارك بمجموعة واسعة من المشاريع يلي كنا انطلقنا فيها مع بداية الأزمة السورية بالـ 2011 واشتغلنا بعدة مناطق من الشمال الأقليم بعلبك حتى وصلنا للجنوب بدون تفرق يعني عم تكونوا مع النازحين السوريين جميعا مضبوط نحن في عنا وافدين في عنا ضيوف عم نستقبلهم بغض النظر شو انتماءاتهم بالنهاية مثل ما عم بقول أستاذ خالد هيدا شخص إنسان عنده مشكلة ترك بيته ترك وطنه فنحن منجرب نقدم له الدعم مثل شو؟ مثلا نحن هلأ عنا برمضان مطبخ خيري عم نقدم فيه بلشنا بـ 500 وجبة يوميا لحتى نوصل للألف وجبة فيه فريق عمل متكامل عم يطبخ كل يوم مع كواليتي الجودة عم نشغل عليها ومنروح على المخيمات اللي موجودة بمنطقة عرسال منوزع لهم الأكل كل يوم بالإضافة لهذا الشيء في عنا الحصص الغذائية يلي هي بتكون أساسية بشهر رمضان بتعرف العيلة بيصير استهلاكة للغذاء أكتر وإذا ما كان في عنده هيدول الشغلات فبأثر على الأطفال على المسنين كل واحد لازم ياخد حصته من الأكل والغذاء ففي عنا حصص الموني يلي عم نشتغلها بالتعاون مع ائتلاف بيروت لأن كجمعية إرشاد نحن عضو بالائتلافات منشتغل بالشراكة بالمناطق ائتلاف الجمعيات بشمال يلي هو عبارة عن تجمع للجمعيات ببيروت بالأقليم فمنجرب وينما كان أنه نكون علاقة تكاملية مع المجتمع أنا بدي أسألك بحكم توجدكن بالمخيمات هل النازحين السوريين المسلمين عم يقدروا يقدروا فريدة الصوم متل ما لازم هني بجو لأنه يصوموا لا شك أنه الأمر كتير صعب عليهم يعني بزياراتنا يلي عم تكون بالمناطق خاصة بعرسيل منسأل الحجة يعني كانت عم تطبخ على حتى طنجرة قديمة على الحطب عم تطبخ فحجة شو تسحرتي مبارح بتعرف لا يصوموا بدون يقدروا يتسحروا فكان باقي عندها علبة حلاوة من الحصص المونية اللي عم تجيها شو تسحرتي قبلها نفس الشي أوقات عم تقطع عليهم ما عم يتسحروا الفطور بصعوبة عم بيقدروا يأمنوا الإفطار لازم لا بزيكون فيه أساسيات أساسيات الحياة مانا موجودة يعني على صعيد الأكل ممأمن الصحة ممأمنة المراحيط بهول المخيمات أبدا وضع سيء وبينعكس على الصحة والأمراض اللي يعني صاروا كتير عم بيعانوا منها سيتخلد من سبيل مشاريعكم بالإجمال مشاريع جماعية أو جماعية الأرشاد والأصلاح الخيرية وبالواقع الجمعية يعني لا شك أنه الأخوة الضيوف السوريين عم ياخدوا حيز كبير من الاهتمام ولكن بنفس الوقت مجتمعنا اللبناني الحاجات فيه كبيرة جدا تأصير يعني ما فينا نقول بس تأصير من الدولة أو تأصير من حتى فيه تأصير مننا تأصير من الجمعيات الأهلية لأنه نحن لازم نتعلم بقى ذهنية الواجب ذهنية المساعدة ذهنية العطاء هذه للأسف بعدها شوي قليلة تهتموا إنسانيا اجتماعيا تعليميا صحيح عم نشتغل بمدارس عم نشتغل بدورات تربية الناشئة عم نشتغل بدورات للطلاب دورات دعوية تعليم القرآن كريم بناء مراكز ومساجد خدمة الناس تطلب أنك تكون عم تحيط بالمجتمع مش بس عم تحيط بالعمل الخيري مثلا أنه أنا بس بدي أعطيه مساعدة شهرية وخلاص هذا ما اسمه عمل خيري هذا هذا اسمه سكته وعطيه مصاري لا نحن نشتغل على مشاريع متكاملة تنمية الأسرة شو حاجات الأسرة بدنا نعلمه من علمه بحاجة لنفتح محل كيف تنظروا لوضع اللاجئ لألكم؟ في عندنا اختصاصيين مختصين اجتماعيين بيردسوا كل حالة بحالتهم بنعمل مسح على مناطق معينة كل عيلة شو ناقصها حتى بقلب المنازل مثلا في عندنا مشروع اسمه بيتك بيتي هذا المشروع بدي جهز بيتك مثل كأنه بيتي كل شي جديد نعم منفوت على البيت بيكون مثلا للأسف يعني مناظر كتير ما بتدخيل انه فيه انسان عايش فيها الحمد لله عم نقدر بجهود العالم اللي الخير انه نحن نطور هالأور يعني في عندنا مشاريع ما لا يقل عن مئة بيت تنفزيت وفي عندنا مشاريع اصلا بنهر البارد كان عندنا تقريبا اكتر من سبعين او ثمانين بيت كمان تنفزيت وفي عندنا مشاريع لقدام قائمة بدون كفرقة بنرجع من قول من جميع الطواقف انتوا ما بتنظروا للوضع ما بتنظروا ولا لا شي تاني ولا لميول سياسي حقلك شغل الشعار الجمعية الاكبر هو نحو عمل انساني افضل نعم نحن العمل الانساني هو اللي بهمنا الفقر ما قاله دين الفقر فقر على كل الناس ما قاله انتماء سياسي ما قاله انتماء سياسي بالاخر انت واجبك انك تساعد اخوك الانسان لا شك بانه الحاجات القريبة بتكون واضحة لك اكتر لانه انت عايشي حولك الحاجة القريبة اكتر اكتر شي انت يمكن تقدر تأمنها بس الحاجة الابعد كمان موجودة ونحاول نحن نأمنها اماني انا بدي اسألك عن الدعم يعني اللي حضرتك موجودة باللجنة التنفيذية لاغاثة المحتاجين اللاجئين السوريين اللبنانيين وكل العائلات المحتاجة بالاراضي اللبنانية وخاصة اللي اتعرضت لحروب مؤخرا يعني لازم يكون عندكم دعم لتأمنوا من 500 الى 1000 وجبة اكل لتأمنوا مثل مقال وحدات سكانية بيتك بيتي الاخره منح تعليمية كل هالامور هاي دي بالدرجة الاولى نحن منعتمد بالدعم كجمعية ارشاد واصلاح على المجتمع المحلي على اللبنانيين هن يعني الاساس صمام الاساس بالتبرعات باي وقت اي ازمة صارت موجودة هن اللي بيكونوا بالصف الاول بيغطوا ابرز الحاجات منعتمد عليهم بالاضافة لجهات مانحة من الدول الخارجية مؤخرا عملنا حملة على شبكات التواصل الاجتماعي وكانت فاعلة جدا كانت لضيوف السوريين حطينا تارجت ومعين بدنا نوصله طلعنا فوقه 200 بالمية تقريبا الحمد لله كانت الناس كتير متفاعلة صاروا يجيبوا تبرعات عينية مالية وبعدها مستمرين فيها لهلأ ومن وراء هيد الحملة عم نفتح مخيم للإيواء المؤقت بعرسال هدفه انه العائلية اللي جاي تما تنام على الطريق لان يعني بدت بعد دراستنا في عيال كل يوم عم تنام على الطريق فهيدا المخيم لابنما يأمنوا حالا ينقلوا على منطقتيني حيكونوا فيه كيف بيتوصلوا معكم لمشاريعكم الحالية ومشاريعكم المستقبلية صحيح نحنا مراكزنا متواجدة بكافة الأراضي الليبنانية الحمد لله في عنا ببيروت عنا مسجد سلطان محمد الفاتح على ثلاث الخياط وعنا مسجد حمزة على الكولة المسجد الجديد وهو إن شاء الله نحن هلا عم نطلق حملة لحتى نستكمل بناءه لأنه فعلا المنطقة كتير بحاجة لهيك مراكز عم نحكي مركز بيتضمن كل شيء بيتضمن تعليم وبيتضمن دعوة بيتضمن مساعدات خيرية كل المرافق اللي ممكن تكون موجودة بقلب مركز تعاون اجتماعي بالإضافة لبعلبك عكار بمنطقة برقايل بترابلوس في عنا مكتب يعني بيتوصل وما يكون على حددات ولكن مشاريع المستقبلية فينا نعددها في عنا مشاريع كتير متطورة بالنسبة للعمل اللي أورادي ماشيين فيه يعني عنا مثلا المدرسة اللبنانية العالمية هلأ في عنا خطوة جديدة لأننا نكبرها ونطورها أكتر في عنا مشاريع العمل الخيري عم نشتغل على أنه يصير فيه تنمية أسرية بشكل متطور أكتر يعني نحن نغطي حجم أكبر من المساعدات للأسر المحتاجة وبرجع بإلك الحاجة كبيرة الحاجة كبيرة كتير مجتمعنا للأسف صار في كتير فوارق يعني الإسلام إجل حتى فرض الزكاة لا يفرض واجب الغني يساعد الفقير صحيح يكون فيه إنسانية موجودة صحيح والله يمتكن بالعون لا تمدوا المحتاجين بالعون شكرا أماني شكرا أستاذ هالي لكن المشاهدين نحن بريك أصيروا بعدها بنعود للمتابعة مع سينما ومع الشاف خليكن معنا شكرا أماني شكرا